انتو رجعتو انا لسه مش قادر اطلع تيخة من الحوض بو بو طلعني من هنا لازم دلوقتي نتكلم عن اللي تعلمناه النهاردة في كل مرة بنقرأ فيها كلام الله نتعلم في الحياة درس جديد تيخة انت عارف رأيي في الأغنية دي درس النهاردة لينا آية من كلام الله مش ممكن راح ننسى بالتأكيد اه Sea أوي زي ما قلتلك لازم دلوقتي نتكلم عن اللي تعلمناه النهاردة مش كدة جسمي مبلولي طيب جاد وعماد وشادي اتعلموا إنه صعب جداً إن الواحد يبقى ثابت على اللي تعلمه لكن الحكاية تستحق ولما كل أصحابهم يعملوا حاجات غلط هم افتكروا إنهم اتعلموا من ماما وبابا إن ربنا ميحبش إنهم يعملوا حاجة غلط ويعملوا دايماً الصح وطبعاً هو حافظ عليهم حتى في الأوقات الصعبة اتعلمت ايه يا اختيخة؟ اتعلمت ان حكاية ان الواحد يعمل الحاجات اللي يعرف انها مش فكرة كويسة بس عشان يبقى ظريف مش دايما بيكون ظريف انا حطيت جوانتي الفرن فقراصي عشان قاريت في مجلة لبسك اليوم ان ده هيخليني ظريف وما حصلش حاجة ما بقيتش ظريف بالعكس ده انا اتخبطت في التستر وقعت في الحوض وطبعا اتضيقت ودلوقتي مش عارف اخرج منه بياني هفضل هنا لحد ببوت ادي ويحط الطباق علي ومش هقدر نروح السرك ولا لعب على الحشيش ولا شم البحر المنعش اللي بيحرق شعري وانا سائل لا مفيش مكان زي البيت مفيش مكان زي البيت خلصت ايوة طيب يتيخة انت شايف المعلقة دي ايوة لو وقفت على طرفها ده وانا وقفت على الطرف التاني هتخرج من هنا وانت طاير يلا بينا الحكاية هتاخد ثانية وانا جاهز وانا جاية اهو براوز يا بابو شكرا بابو بابو انا هنا يا تيخة اه انا شايفك تعال حسوب عنده لين اية اثبتوا وتعلموا التعليم التي تعلمتها تثالوا تعالوا تفالوا اه بابو تسالونيكي التانية شكرا ممكن بقى اخرج من هنا مش دلوقتي تسالونيكي التانية اثنين خمستاشر اقصد افتكر الحاجات اللي تعلمتها من بابو ماما والكتاب المقدس لو حاول حد يخليك تعمل حاجة غلط خليك ثابت ويعمل الصح وفي حكايتنا جهد وعماد وشادي عملوا كده مع ان كل اصحابهم عملوا حاجات غالة المرة الجاية لما تروح عند موزة يا ثمثم ممكن تجيب شراية من الشراية اللي بتحبها يمكن يكون يمكن يكون ده احسن الحكاية مش دايما سهلة لكن لما تعمل الحاجة الصحة ترتاح مش كده يا بابو طبعا صح يا تيخا خرجوني بقى من هنا ده كل اللي احنا عايزين نقوله النهاردة ربنا خلقك بشكل مميز وهو بيحبك جدا الى لقاء